جهد أمني واستخباري مكثف لمكافحة تجارة المخدرات تنفذه الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي أكدت بلغة الأرقام تفكيك 169 عصابة تتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مشيرة إلى استمرار عملية القضاء على هذه الآفة الخطيرة ما يخص نشاطات هذه المديرية المديرة عامة المكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من تفكيك 169 عصابة وأيضاً ما يخص المضبوطات من المخدرات على مستوى الحشيشة 213 كيلو على مستوى الأفيون 7 كيلوات و465 غرام الكريستال تجاوز 72 كيلوغرام والمؤثرات العقلية نتكلم عن مئات الآلاف من الحبوب إضافة إلى حبوب الكبتاغون وأيضاً بأرقام كبيرة فيما نفذت فرقة الرد السريع عمليات استباقية استهدفت أهم أوكار عصابات تجارة المخدرات ونجحت في مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على أكثر من 70 تاجراً بهذه المواد الممنوعة إضافة إلى قتلها ثلاثة تجار مخدرات مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة جاوزت أكثر من 150 كيلو مواد مخدرة إضافة إلى الآلاف من الحبات المخدرة وإلقاء القبض أعتقد أننا جاوزنا اليوم على المخدرات أكثر من 70 إلى 80 مذكرة قبضة خص المخدرات وتشير تقارير عن زيادة نشاط مافيات تجارة المخدرات في العراق في وقت شرع مجلس النواب العراقي قانوناً لمكافحة المخدرات نصت المادة السابعة والعشرون منه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق كل من يستورد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية